رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبور شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى منفذ كرم أبو سالم بعد عبورها معبر رفح البرية وسمحت فقط لعدد ضئيل من شاحنات المحروقات بالدخول إلى قطع غزة المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها أزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري بعد التحية لازم نتابع معكم عبر شاشة القناة الأولى حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من منفذ رفح إلى منفذ كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة لليوم الثاني على التوالي رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول عدد كبير من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية أو دوائية وسمحت فقط لأربع شاحنات من الغاز بتبرير خمولتها والتي عادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري اليوم شاهدنا تقليص عدد كبير حتى من الشاحنات التي تحمل محروقات كنا بالأمس نتحدث عن عشر شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات سواء كانت غاز أو سولار ووصلت هذه الشاحنات إلى عشر شاحنات اليوم نتحدث إلى أربع شاحنات فقط هي التي سمحت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق حمولتها في منفذ كرم عبو سالم وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري إذن نحن أمام تناقص شديد وأمام تقليص كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الشاحنات الغذائية والإنسانية والدوية التي من المفترض أنها تصل إلى الأشقاء الفلسطينية في قطاع غزة والذين يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والمواد الإنسانية وبسلزمات الحياة هذا بالرغم من التحذيرات الأممية الكبيرة بضرورة تمد القطاع بهذه المواد لضمان حتى يعني استقناف الحياة مرة أخرى يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش وأعود إليكم مرة أخرى في الليستوديو